السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذة جديدة من ساعة صباح ونتابع فيها الحبة السوداءية شفاء لكل داء ما الجديد في التداوي بالحبة السوداء وكيف يمكن تحقيق الاستفادة منها في الوقاية والعلاج إذن إن كانت لديكم أي مشاركات أو استفسارات حول الحبة السوداء سواء من حيث جدوها الصحية أو طريقة تناولها فأرسلوا إلينا بتعليقاتكم عبر صفحتين على فيسبوك وعلى تويتر وبدورنا سننقلها إلى الضيف المختص للرد والتعقيب شاركونا فيها شفاء من كل داء يقبل كثيرون على تناولها طلبا للبركة وحفاظا على الصحة وربما للعلاج من بعض الأمراض إنها الحبة السوداء التي وردت في الهدي النبوي الشريف للتداوي وتتوالى مؤخرا الدراسات العلمية التي تثبت فعاليتها في تقوية مناعة الجسم وحمايته وعلاج بعض الأمراض بدءا من الصداع الشديد مرورا بضبط ضغط الدم بل تجرى أبحاث تشير إلى جدوها في الوقاية من السلطان حول الجديد في التداوي بالحبة السوداء والرد على أسئلتكم بشأن الطريقة المثلى لتناولها نلتقي في ساعة صباح اليوم ونشاهد معا الحبة السوداء هي نبات حولي أصلا ومورف وله زهور زرقة وهو نبات طوله لا يتجاوز سلاثين سنتيمترا الحبة السوداء تستخدم بعدة استخدامات هي عبر ألاف السنين عرفها الإنسان الإنسان يستخدمها كزيت وهذا يدعمه الآن الطب الحديث أكبر جامعة في ناجيريا جامعة إيبادان استطاعت أن تجري دراسة على المصابين بفيروس HIV واستطاعت أن تصل إلى علاج كامل زيت الحبة السوداء قضى على فيروس الإيدز وهو ما لم تفعله كل الأدوية الكيميائية الأخرى إذن الزيت هذا نوع من طرق الاستعمال أيضا يمكن أن تشرب الخلاصة المائية وأيضا يمكن أن تكون مثلا مسحها على الوجه لإزالة حبة الشباب جامعة بغداد وجامعة المستنصرية في العراق أيضا اللوشن بتاع زيت الحبة السوداء بتركيز 20% كان أقوى من الدواء المعروف بينزويل بيروكسايد هذه لها عدة استخدامات للحديث والاستفسار أكثر في هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور رمزي محمد مدير معهد البحوث الطبية في مستشفى حمد أهلا بك دكتور معنا يوم صباح الخير أهلا بك قبل البداية ننوه مشاهدين إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتها الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر دكتور رمزي الحبة السوداء أو حبة البركة كما نطلق عليها نحن المسلمون لو نتعرف على بشكل عام ما هي الحبة السوداء الشجرة ظروف أو مكان تواجد هذه الشجرة وزراعتها نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحبة السوداء هي كانت معروفة منذ القدم يعني أنا أتذكر في أحد المحاضرات التي أعطيتها في الجزائر قالوا أنه لما الملك ملك الفراعنة في مصر توت عن خامون فتحوا القبر أو التابوت بتاعته وجدوا حبوب فلما فحصوا هذه الحبوب وجدوها حبوب الحبة السوداء هم كانوا حتى الفراعنة يعتقدون بهذه الحبة ويعتقدون بأنها تشفي من الأمراض وتطرت الروح الشريرة فكانوا يخلوها مع الملوك وكذلك الحبة السوداء معروفة في الهند في الباكستان وفي الدول العربية أماكن زراعة الشجرة أحسن أماكن زراعة هي في البحر الأبيض المتوسط في حوض البحر الأبيض المتوسط فنحن كمنطقة عربية هذه المنطقة كلش جيدة لزراعة الحبة السوداء ثم الهند ثم الباكستان ثم أفغانستان هذه المناطق التي تزرع فيها الحبة السوداء ولكن الحبة السوداء تعتمد على الأرض وعلى خصوبتها وعلى المناخ كمان فحسب ما الدراسات تقول أنه في منطقة هي البحر الأبيض المتوسط وكذلك في السعودية في منطقة السعودية هي ذات نوعية جيدة جدا إنبت أو كون هذه النبتة تخرج بشكل طبيعي أفضل أم الاستجراع؟ هي نبتة حولية ما تعيش كثير يعني تعيش سنة وتموت فلما تنبت هذه النبتة وتكون الزهور ثم تكون الكابسولات وفي داخل الكابسولات تكون هذه البذور قابل طبيعي ما تموت وتجف تسقط بعض البذور ثم تنبت للحول القادم وممكن زراعتها مرة واحدة بس في السنة في السنة نعم هي نبات حولي نعم ونبات حولي تقريبا شهر أيلول يعني أظن نعم تقريبا أنا كثير ما مركز على النبتة النبتة هي صغيرة ثلاثين سنتيمتر وعدها ورود بيضاء أو مائلة إلى الصفار ولكن المهم هي البذور اللي هي في الكابسول ومعروفة هذه في الإنجليزي يسموها البلاكسيد اللاتينية بناشيا تعني الشفاء في الهندية كلاونشي بمعنى كذلك العشب الطبي الصينية حتى في الصين أترجم الكياء هاك تشينك تشو تعلمت شوية صيني هذه تسمى نبتة عشبية طبية مباركة والعربية طبيعي نحن نقولها الحبة السوداء أو الحبة البركة هي نفس الشيء طيب لو نتحدث عن فوائد الحبة السوداء التي يعني ورد ذكرها ضمن الهدي النبوي الشريف يعني المسلمون بشكل عام يعني هناك كما ذكرنا في المقدمة من يتبرك بها يأخذها تبعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهناك فعلا من يرتاحون عليها من بعض الأمراض نتحدث عن فوائد الحبة السوداء نعم هي طبيعي الحديث الشريف البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا سام سام بمعنى الموت وهذا الحديث صحيح وحتى موجود رقم 5688 في كتاب البخاري الحبة السوداء لو تقرين عنها يعني أنا حسب ما عملت البحث على الكمبيوتر مجربة على خمسين مرض يعني مثل ما نقول بالانجليزي أي مرض تقولين هي الحبة السوداء مجربة عليه وكطب شعبي وكطب العربي يستخدمون حتى الصداع في أي شيء الحبة السوداء وطبيعي إذا ندخل في التفاصيل في كل مرض إن شاء الله حدخل في التفاصيل وحدخل في الاستعمالات اللي هي في المستشفى الآن السريرية والكليلية طب قبل أن نصل إلى نقطة المستشفى دكتور هل يمكن أن يتناول الشخص العادي هكذا للحبة السوداء يعني كيفية التناول الأمثل لهذه الحبة كحبوب أم كبعض الطحن أم مشروب الحبة السوداء يعني طريقة التناول وهل يمكن أن يتناولها أي شخص بشكل عام أم يجب من استشارة المتخصصين هي إذا أخذتها بشكل قليل أي واحد يقدر يأخذها الإفراط بها مضر جدا قليل بمعنى ما قليل حسب الدراسات والأحاديث النبوية سبع حبات في اليوم قليلة جدا قليلة جدا ولكن الأخصائيين الآن يقولون ملعقة شاي صغيرة مرة باليوم وممكن أن تستعملها لمدة أسبوعين وبعدين تتوقفين الأحسن استعمال الحبة السوداء هو أن نخليها في الفم ونمضغها بالأسنان طعم به نوع من المرارة أو غير محبب صحيح لكن إذا تتعود عليه ما مشكلة فيه ناس يبلعوها غلط فيه ناس يأخذون الملعقة ويشربوا عليها شاي أو يشربوا عليها قهوة أو ماي هذا غلط لأن الحبة السوداء هي موجود الشاء الخارجي القشرة الخارجية هي سليلوز فالسليلوز معدتنا ما تهضمه ولا لمعاة لكن في حالة المضغ يعني يكون سهل على المعادة نعم فالمضغ بالضبط هي نحن نستفاد أنا حاجة بالتفصيل الزيوت الطيارة فيها بروتينات فيها كاربوهيدرات فيها كل شيء لكن المهم عندنا هو حسب الدراسة أنا اشتغلت حوالي يمكن أطنعي السنة على الحبة السوداء في مجال اختصاصي وهو مجال السرطان وسوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله بالتفصيل لكن قسم منهم يستخدموها يغليه بالمي الحار أو يخليه في الفرن لا هذه هتفقد هتفقد الفعالية طيب في حالة الطحن دكتور سريعا يعني في حالة الطحن حتى تكون سهل بدلا من المضغ أحسن شيء أحسن شيء بس ما بتعرضيها بتعرضيها إلى الشمس الكثير أو الضوء الكثير يعني أطحن كميات قليلة بكميات قليلة ثم الحفاظ عليها في أواني زجاجية أواني زجاجية داكنة اللون حتى الضوء لا يدخلها الضوء لا يدخلها أو في أماكن مظلمة ولا يخلوها بالثلاجة ولا يخلوها بالفريزر يخلوها في درجة الحرارة العادية طيب لو تحدثنا عن الجديد في الدرسات العلمية التي تناولت تأثير حبة البركة سواء كانت سلبا أو إيجابا والله هذا سؤال خليني هو لما عملت بحث في مستشفى حمد وخليت الحبة السوداء طلع مية ألف أفوا ألف ومئتين وخمسين بحث علمي منشور في مجلات عالمية رصينة جميل هذه كلها تؤكد الفائدة الطبية للحبة السوداء حسب ما أحصيت أكثر من خمسين حالة مرضية يستفيد منها الإنسان من الحبة السوداء خلي أقول لك ما أقدر أعدل خمسين حتى برنامجنا ما يسمح للوقت لكن أهم شيء أهم شيء هي تقوية المناعة مناعة جسم الإنسان ولهذا أول ما عملوا دراسات سريرية عملوها على مرض الأيدس هذا مرض الأيدس اللي هو الـ HIV إلى الآن لم يتم وجود علاج له بشكل كامل بشكل كامل لكنه الآن في دراسة سريرية إكليلية على المرضى ونتائج طيبة جدا قضت على الفايروس قضت على البكتيريا قضت على الفنجي لأنه لما الإنسان يصاب بنقص المناعة يكون مكان لنمو الفطريات والبكتيريا وما يقال طبعا هنا التناول لهذه الحبة سوداء في حالة المرض وخاصة الأمراض المستعطية المستعطية تكون تحت إشراف طبي كامل بمقادير معينة بأشكال معينة في فكرة إعطاء هذه الحبة هذا صحيح حتى في هذه الدراسة السريرية كانوا يختارون مرضى بالأيدس يعطوهم بلاسيبو يعني تمويه ومرضى آخرين يعطوهم الحبة السوداء وأثبتوا أن طحين الحبة السوداء هو أفضل أفضل حتى من دهن الحبة السوداء في معالجة هذا المرض فهناك الربو الالتهابات الصداع السكرية أمراض الأوعية الدموية القلب ارتفاع الضغط فقدان الذاكرة السرطانات أنواع وأشكال هذه كلها دراسات موجودة مختبرية لمعالجة أمراض بعينها بعينها نعم ولكن الدراسات المختبرية لا ترقى إلى الدراسات الإكليلية السريرية هي مراحل أول مرحلة ندرسها في المختبر ثم نختبرها على الحيوانات ومن بعد الحيوانات نذهب إلى حيوانات أكبر كالكلاب والقردة ثم بعد ذلك تختبر على الإنسان على الإنسان فمن الاختبارات التي على الإنسان كلش قليلة حوالي بس عشرة عشرة دراسات كلينيكال ترايالز موجودة طيب يعني هذه أبرز الأمراض التي ذكرتها الآن صحيح كان مرض نقص المناعة المكتسبة ولكن بشكل عام التداوي بها دكتور يعني ذكرت نصف ملعقة تقريبا أو ملعقة صغيرة من الشاي تقريبا من الشاي أو ملعقة الشاي الصغيرة أيها هذا بشكل يومي ذكرت لمدة 15 يوم لماذا نتوقف بعدها أم نتوقف لفترة ثم نأخذها من الأخرى نتوقف لفترة ثم نعاود يعني هذه يسموها سايكل يسموها دورة هم خايفين أنه لأنه ما في دراسات مستفيضة أنه يخافون الأطباء أنه أخذها أكثر من 14 يوم من أسبوعين قد يكون هناك ثمية مثلا أثار جانبية سيئة لحد الآن ما اكتشفوا هذا الشيء بهذه الكميات الصغيرة ولكن الحذر ثم يعاود بعد أسبوع أو أسبوعين مرة أخرى أسبوعين هذا إيش يعمل هذا إذا تريدين بالتفصيل يعني هذا دراسة هو في في الخلية خلين كل خلايا وخلايا السرطانية خاصة في جزئة يسموها هذا كيف أترجمها هي في في النوات في نوات لما تكون هذه الجزئة هي تستنسخ لما هذه تكون بكميات كبيرة تحدث كل الأمراض من السرطانات إلى التهابات إلى السمنة إلى السكري هذه موجودة في الخلية بالنوات لحد الآن نحن في 2017 لم يوجد علاج في المستشفى لكبه هذا الانف كابابي لأنه لو استطعنا تثبيته أو كبحه أو ستوقف كثير من المشكل الحبة السوداء تشتغل عليه تستطيع تستطيع وأنا في دراستي ونشرتها في مجلة الكانسر هي من أحسن وأرقى المجلات في العالم نشرت وأثبتنا بأنها تثبت أو تنهبت تقلل من النف كابابي ولكن الآن هذا ليس في الإنسان في الحيوانات وفي المختبر طيب نواصل الحديث معك دكتور معنا اتصال سيد إبراهيم من الدوحة أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة عليكم السلام الله يعافيكم من المعلوم أن من خصائص الحبة السودة هو امتصاص السموم فهل كذلك تمتص السموم الذي في الطعام والسموم الذي في العشاب الطبية مبارك الله فيكم طيب سؤال طبي دكتور هو يقول أنها تمتص السموم معنى ذلك إذا كان هناك سموم في الطعام من الممكن أن تخلصنا منه ما وجدت هكذا دراسة ولكن هو على حق نحن أثبتنا ونشرناها في أحسن المجلات في أمريكا أنه لما المريض يأخذ الأدوية العلاجية الكيميائية هذه لها أثار جانبية سيئة جدا وسمية وتقتل الخلايا الجيدة والخلايا غير جيدة لأنه ما عندنا أي حال لقتل السرطان أو لقتل الالتهابات معينة نعطي هذه الأدوية الكيميائية حتى تقتل لكن وجدنا لو يأخذ المريض الحب السوداء تقلل من سمية هذه الأدوية وكذلك عملنا بحث مع تركيا تركيا على الكلة في الكلة هم يعطون كما دواء كيميائي هذا الدواء الكيميائي كل جسام ومرات يخافون يعطون المريض لأنه حتى يأثر على الكلة لكن لما يعطوها مع الحب السوداء بجرعة معينة باستمرارية معينة فالمريض ارتاح أزياد لأن حب السوداء قللت من سمية الدواء الكيميائي معنى ذلك دكتور يعني أي أحد يتناول أي دواء أي أن كان من الممكن أن يأخذ بجانبه يعني ملعقة من الحب السوداء حتى تقلل هذه السمية كباحد لا أقدر أقول يعني نحن كثير كثير ننتبه على هذه الأشياء الصغيرة لما نتكلم هذه الدراسة فقط حصلت في الكلة وحصلت على الس سيسي بلاتين سيسي بلاتين دواء سمي كيميائي معروف درسناها مع الدواء جمسايتابين فنحن ما نقتر نقول نعمم طيب معنا تصال آخر من أم شريف من مصر أهلا بك أهلا بك يا حبيبتي لو سمحت في التاريزة أخبرتك تسألت الدكتور أنا معجيت التضاني جدا جدا فأخذت لها عليك كثير سلام عليك يا مو شريف الله يسلم يعني هل هناك تشخيص معين يعني هل ذهبت إلى أطباء وشخصوا حالة معينة آه أي وظهروا في ارتجاح المريع على تعط المعدة يعني يعني عايزة حبرتك يقول لي أتناولها إزاي وعملها إزاي حبيبت الباك طيب بش لما خلص المكالمة وبرضو أعايزة الصدفية برضو بتنعمل بها حاجة في الصدفية بيطلع في بسم واحدة سنفيت يعني حاجات كتير كده يعني عايزة طيب ألف سلامة لك مرة أخرى مشريف وإن شاء الله دكتور يجيبك الآن دكتور يعني هي الآن تستمع علينا تسأل عن ارتجاع في المريع شخصت الحالة هكذا وتعبت من كثرة الأدوية هل هناك استخدام للحبة السوداء في تعب المعدة وارتجاع المريع دراسة سريرية كليلية ما موجود ولكن الأبحاث كذلك الأبحاث تشير إلى مساعدة تقليل الحموضة في المعدة لكن أنا أنصحها أن تستخدم قشر البرتقال أنا من جماعة استخدام قشر البرتقال تغسلين البرتقال كويس وتاخذين قشر البرتقال يعني صغير جدا الكيفية الكيفية بس تاخذين البرتقال قشر البرتقال اللي هو البرتقالي اللون والأبيض واللحاء الأبيض القشرة على بعضها القشرة تأخذla كل يوم يعني قبل الأكل مضغ إذا ما يعجبكي تأخذ عليها ماء من الممكن تقطيع مثلا قطع صغيرة أو بشرها ثم أخذها أنا جربت باكلها فريش طبيعية مع الماء أخليها بالفريزر وأطلعها أجففها في المايكرو ويف كله يشتغل فهذه إذا استخدمتها يوميا قبل ما تنامين بساعة بساعتين حترتاحي جدا جدا وحتدعي لي إن شاء الله وصفة سحرية الآن من الدكتور رمزي إن شاء الله ألف سلام عليكم ومشريف وأيضا سألت على الصدفية هل هناك علاج؟ كمان كل هذه الأشياء قلت لك خمسين مرض ومن ضمنها الصدفية ومن ضمنها أمراض الجلد لكنه لا توجد ما نحن لازم نكون الآن وصلنا في 2017 لازم نكون علميين جدا جدا وهي الفكرة أنها لا توجد ما يثبت ذلك كأبحاث سريرية نعم معتمدة بشكل عام طيب معنا فصل الخط كان معنا محمد من مصر حاول أن تتصل بنا مرة أخرى سيد محمد وبالعودة مرة أخرى إلى ما كنا نسأل عن دكتور كيف يستفيد مرض الربو والحساسية تحديدا يعني سألت ذكرت لي في البداية أن هناك عدة أمراض منها الربو والحساسية كيف يستفيد مرض هذه أقدر أجاوبك مدعم ببحوث سريرية نعم نجاوب نجاوب السعودية طيب الحب السوداء وأثرها على الربو واستعملوا 80 مريض طيب اسمح لي قبل أن نجيب معنا اتصال أبو عبدالقادر من السودان أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أشكركم عليكم ورحمة الله أنا أبجأل عن استعمال الحب السوداء في زيادة الحيوانات المنوية طيب أو مشاكل العقم أو مشاكل العقم عند الرجال نعم سؤال آخر سيد أبو عبدالقادر طيب فصل الخط ويسأل على مشاكل العقم يعني هناك أبحاث عفوا ليست أبحاث هناك ما قرأته على الإنترنت عند البحث عن الحب السوداء أن هناك بالعكس أضرار من أخذ الحب السوداء مع مشاكل العقم ما مدى صحة ذلك وبالإجابة أيضا على سؤال السيد أبو عبدالقادر هو كما قلت لا توجد دراسة سريرية مرة أخرى أقول نحن الدراسات السريرية هي الفاصل في هذا الموضوع يعني لما سألتيني حضرتك على الربو نعم هناك دراسة سريري هناك دراسة ثمانين مريض عطوهم الحب السوداء وعطوهم بلاسيبو اللي هي موة وعطوهم كابسولات ومو عطوهم مطحون أقل لكي طعوهم زيت زيت الحب السوداء وواحد غرام لكل يوم لأربع سابيع واحد غرام بصرف النظر عن وزن أو العمر أو الكابسولة كان وزنها واحد غرام وبيعطوها للمريض اللي عنده ربو مرة باليوم لمدة أربع سابيع والنتيجة كانت جيدة ممتازة نعم فهذا هذه وحتى في ألمانيا أعتقد عندي دراسة أخرى في هامبورد جامعة هامبورد طيب الاتصالات كثيرة دكتور رمزي اليوم أنا مرات يعني ما أقدر أجاوب على دراسات غير سريرية طيب يعني نوضح ذلك للجمهور إن شاء الله يعني هذا من باب الأمانة العلمية أيضا أيها دكتور رمزي معنا اتصال من السيدة الصادقة من المملكة العربية السعودية أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام أختي أنا إنساني ما هي السكر وسكر فيه معه أوقات بيصير هبوط سكر معه أوقات بي؟ معلقة حبة السكر ومعلقة حبة البركة ممكن شفينا يعني من هالشي يعني طيب من السكر إذا لقينا سكرنا نزل يعني نوقف الحبوم مع تناول يعني معلقة حبة البركة طيب شكرا لك سيدة صادقة واستمع إلى الإجابة إن شاء الله معنا اتصال آخر السيد المنصف من تونس أهلا بك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله برك الله في جهودكم برك الله في جهودكم في هذه البخوة هذه نحب نسل للدكتور على النوعية عن الحبة السوداء في اختلاف معنا كثير عن الحبة السوداء يعني النوعية متاحة بالضبط شكلها لو يسمح شكل الحبة السوداء أم تقصد نوعية يعني هل هناك بلاد معينة من الممكن يعني هكذا سؤالك سيدة المنصف نعم ايه فيه مثلا من يقول الحبة السوداء هي شكلها جائري اه طيب شكرا وفيه اللي يقول هي السينوج السينوج الأكهل طيب طيب وصلت الفكرة يجيبك إن شاء الله الدكتور اتصال آخر السيد عبد الله من المملكة العربية السعودية أهلا بك مكة مكة من مكة أهلا بأهل مكة تفضل الله يسلمكم والله أنا سؤالي عن زية الحبة السوداء هل استعمل الإنسان بعد الأكل أم على الريك في الصباح طيب كيفية الاستخدام يجيبك إن شاء الله سيد عبد الله يعني بعد الأكل أم على الريك في الصباح طيب استمع إلى الإجابة من الدكتور رمزي شكرا لاتصالك أسئلة كثيرة نجيب عليها ثم نعود للنقطة الأساسية التي كنا نتحدث عنها أبو عبد القادر سأل على مشاكل العقم وأجبته أن هناك أو ليست هناك دراسات سريرية ولكن سؤالي هنا قد يتقاطع مع هذا السؤال دكتور رمزي وهو يجاع أن من أضرار الحبة السوداء علاقتها بمسألة العقم لدى الرجال أنا قرأت كمان مثل حضرتك ما قلتي لكن كباحث علمي لا أقدر أجزم مئة بالمئة في الإنترنت وفي المقالات يعني ما في مرض ما ربطوا بالحبة السوداء وهذا مشكلتنا نحن الآن يجب أن نتوقف على هذه الأشياء يجب أن نقول يعني الدراسات السريرية هي اللي ستثبت لأنه ستقول لنا أنه هذا مثلا الأخ السائل اللي يتكلم عن شرب الزيت أنا بقول لك الزيت كله غلط أصلا ليش؟ لأنه الحبة السوداء أخي العزيز بيها زيود الزيود المثبتة والزيود الطيارة نحن لقينا أن المادة الفعالة هي في الطيارة في الطيارة والجماعة كيف يعملون الزيت؟ يسخنوا ويحمصوا ويعصروا ذهبت ذهبت الفائدة يعني الفائدة ذهبت الزيود الطيارة اللي هي داخلها الثايموكنون والثايمول والدايثايموكنون ولكن ذكرت الآن دكتور أن هناك كابسولات عبارة عن تحت تحوي هذه زيود الطيارة نعم إذا وجدت هذه الكابسولات أو وجد الزيت بحالته الطبيعية الجيدة يأخذه هنا على الريق أم بعد الطعام من الأفضل؟ لا أعرف ومن قال لا أعرف فقد أفتى مثل ما يقولون يعني هو إذا أخذها قبل ما يأخذ الطعام إذا يقدر يستحملها نسبة لها فكرة الامتصاص تكون حالة بالمعدة المعدة فارغة والامتصاص في المعدة والعماع أحسن ولكن كثير من الأشياء من الأدوية يستحبني أخذها إنسان مع الغذاء لما بيأخذ الغذاء وتدخل المعدة الغذاء مع الزيت بيكون الامتصاص أفضل وطبيعة ومشاكل أقل سيدة صادقة سألت عن السكر والحبة السوداء سؤال لطيف الآن موجود دراسة إكليلية سريرية على تأثير الحبة السوداء على مرض السكر ولم تنشر نتائجها لحد الآن بعد ما خلصت لأنه حتى يقطعون بالدليل القاطع لأنه هناك كثير عن الحبة السوداء أنه تشفي مرض السكر قد تقلل السكر بس ما في دراسة كامل كمية يعطوها كم يوم الكميات هل هي الزيت هل هي باودر يعني هي بشكل عام مفيد للسكر ولكن فكرة وصفة معينة بكميات معينة على حسب حالة المريض لم يثبت بعد الكافية والشكل إن شاء الله سوف تنشر النتائج قريبا هي موجودة نحن كيف نعرف هذه في سايد اسمها clinicaltrials.gov هذه موثقة هذه من الـ government من الحكومة الحكومة الأمريكية كل دراسة سريرية أو إكليلية تعطى رقب معين وتأخذ موافقة وكم المريض كم عدد المرضى وثم تجرى الدراسة سنة سنتين خمس سنوات ثم بعد ذلك تنشر هذه الدراسة اللي على المرض السكري لم تنشر بعد إن شاء الله في لقاء آخر ننوه مشاهدينا إلى أننا نستكمل هذا اللقاء مع الدكتور رمزي والحديث حول الحب السوداء على موقع الجزيرة مباشر فتابعونا دكتور رمزي هناك سؤال من السيد المنصف من تونس يسأل على نوعية الحب السوداء شكل الحب السوداء على ما أعتقد ذكرت في البداية أن أفضل الأنواع الموجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط ولكن النوعية هل هناك أشكال مختلفة للحب السوداء؟ هو مثل السمسم سوداء اللون طعمها مثل حضرت كما قلت شوية طعم غير مستساق محروفة نحن هذه اللي يخلوها على الخبز وعلى الصمون ويخلوها بالفرن وتروح في عالياتها طبيعي ونحن متونسين أن نناكل المعجنات وعليها حب السوداء بس مفعول ذات مفعول قليل جدا وأي عطار أصلا أي عطار تسألوا يقول لك هذه هي الحب السوداء وممكن أنا لو عندي كان شوفت لك الصورة بتاعتها يعني مثل السمسم على أكبر سوداء اللون ومرات يسموها بلاك كومن فلا نفسها الكمون الأسود والأحسن شيء أحسن شيء يذهب إلى الإسم العلمي نقلة أو نجلة ستايبا هذا لما يذهب إلى أي دولة في العالم ويقول نجلة ستايبا بيعطوه الحب السوداء طيب نعود مرة أخرى كنا نتحدث عن الربو والحساسية مع الحب السوداء وذكرت أن هناك كابسولة أعطيت لمدة أربع أسابيع لمن يعانون من الربو والحساسية وهناك فارق ونتيجة كبيرة جدا في الشفاء نعم هذه الدراسة دراستين حصلت دراسة لندن مع جامعة الملك عبد العزيز وأعتقد نشروا النتائج وكان هناك ثمانين مريضا ثم جامعة ألمانية كذلك وصلت إلى استنتاج أن الحب السوداء لها تأثير مفيد جدا على العنون من الربو فهذه موجودة وممكن أن يرجعوا إلى البحث موجود 1 غرام لكل يوم 14 يوم عفوا 14 أسبوع أربع أسابيع أربع أسابيع ذكرت أربع أسابيع طيب طويل 14 يدكتور رمزي طيب كيف يستفيد مرضى ضغط الدم من الحب السوداء أيما غير الثوم طبعا نعم كذلك الثوم ليس هناك دراسة سريرية ما عدا أنا شخص واحد لحد الآن كذلك هناك بحث هناك سبع الحقيقة سبع دراسات سريرية لم تكمل ولم تنشر نتائجها سعدد لك لكي الجمهور يعرف أول شيء على الربو وهذه نشرت على السمنة وعلى زيادة الليبيتز الدهون في الأوعية الدموية تأثير توزيع الدهن في الجسم وأمراض القلب هذه في جامعة أندونوسيا 96 مريض استخدموا 300 ميليغرام مرتين باليوم من مستخلص البذور المطحون واستنتجوا لحد الآن لم تنشر كامل النتائج لكن استنتجوا قبل ما ينشر البحث أن هناك تأثير مفيد هذا على الدهون وعلى أمراض القلب على ارتفاع الضغط لا زالت التجارب السريرية لأنها تجارب السريرية لا تنتهي بسهولة يعني ليس شهر شهرين مرات تمتتل سنوات فلحد الآن ارتفاع الضغط نقص الوزن الحموضة في المعدة مرض السكري مرض السكري في جامعة أغاخان في الباكستان 80 مريض ولحد الآن لم تنشر النتائج فهناك إن شاء الله السنة القادمة نتوقع على الأقل تنشر هذه النتائج نتائج ثم نكون على بينا من أمرنا قد يأخذون كم مرة باليوم الكمية وحضرت السائلة التي سئلت على الحموضة والمعدة هذه موجودة في أغاخان يونيفرسيتي بالباكستان حتى تنشر طيب كيفية أخذ الكمية في هذه التجربة التي أجريت في الباكستان يعني لو نعرف عنها سريعا يعني كيف أجريت هذه التجربة ما يقولون في التفصيل إذا ما نتجوا إذا ما نشروا النتائج لكنه على سبيل المثال حسب ما قلت لك في تأثير على توزيع الدهون 300 مليغرام مرتين بليون طيب جميل جدا نستكمل دكتور رمزي ولكن فاصل قصير مشاهدنا ثم نعود لسكمال النقاش والتعرف أيضا على تعليقات متابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالباقاء معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر